السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله معكم أخوكم طارق الجسر اليوم راح أتكلم عن هاتف مخصص للألعاب الرام، سعة التخزين، المعالج، نظام التبريد بداخله، الكاميرا المنبثقة خصوصا أصحاب البث المباشر خلال اللعب، تجربة مستخدم أو واجهة مستخدم مختلفة ومطورة ومحسنة عندنا الشركة السعودية تيلو جيمز تحالفت مع لينوفو وجابت هذا الجوال في منطقة الشرق الأوسط لكن وش سووا؟ ما جابوا وحطوا بس شعارهم لا، اشتغلوا على الـ R&D أو التطوير والأبحاث اشتغلوا على واجهة المستخدم طوروا بعض النقاط الموجودة في داخل هذا الجهاز حتى تكون تجربتكم في اللعب متميزة جدا أنا كل حماس أفتح هذا الصندوق وأشوف وش في داخله تيلو جيمز بسم الله والله، لحظة، سمعتوا دصات؟ لا دبوس استخراج الشريحة وهذا كفر الحماية كتيب التعليمات وهنا وصلت USB Type-C وتطلعنا سلك للسماعة 3M هذا الشاحن بقوة 65 واط فيه منفذين كابلين USB Type-C تعتمد على أنك تمسكها بالعرض خصوصاً للي يحبون الألعاب والشاشة كاملة كاميرا السيلفي وينها؟ تنبثق هذه اللي فيها شعار تيلو واللي فيها زر التشغيل من الجهة اليسرى موجود عندنا زر رفع وخفض الصوت ومدخل USB الشحن ومن الأسفل مدخل آخر USB مدخل الشحن موجود في بطارية سعتها 5000 ميلي أمبير طيب نجي من الخلف كاميرا الخلفية عدستين عندنا في جانب الهاتف إحنا ممكن نستخدم الأزرار العليا بسم الله الرحمن الرحيم نجرب ونشغل هذا الجوان تيلو ليجون لينوفو وباورد باي أندرويد طبعاً يدعم نظام الأندرويد أبختار أنا واجهة جيمينج وهذه واجهة المستخدم تيلو جيمز حسنت على واجهة المستخدم كاميرا الخلفية نقلبها للسلفي نحط بصمة الأصبع الحين نفتح الجهاز شوفوا كيف شكلها من الخلف كيف جالسة تنبض الإضاءة نبدأ نشغل أحد الألعاب عندنا Call of Duty وقبل ما نبدأ اللعب رح أوريكم القائمة المخصصة لطبعاً الألعاب أول ما نفتح أي لعبة نقدر نسحب من فوق ويطلع لي معلومات من أعلى الشاشة عندنا التحكم بالسطوع قوة السطوع تمام عندنا كم قوة شبكة الويرلس أو شبكة بطاقة السيم كارد عندنا يطلع لي الوقت والبطارية وشعار ليجين وكمان هنا يطلع لي أنه درجة حرارة الجهاز يقول لي هذه اللعبة اللي أنت مشغلها 30 فريم بير سكند مع معدل تحديث الشاشة حق الجهاز 144 هرتز علماً أنه زمن استجابة الشاشة 1 ميلي سكند التسجيل الخلفي تقدر تضغط تسجيل خلفي ويعطي لك كم ثانية من قبل وتحتفظ فيه كمقطع عندنا وضع التدفق لو أضغطه رح يطلع كاميرا السيلفي المميز فيها أقدر أحط لي شخصية زي ما تشوفون هذه أحد الشخصيات اخترنا الشكل هذا أقدر أشيل الخلفية اللي وأحط مثلاً صورتي هنا بس تنظيف الذاكرة تقدر تقفل لا اتصالات ولا إشعارات الإيماءات نقدر نقفلها الواتساب هذه القائمة اللي شفناها من الأعلى نجي لبعض الإعدادات اللي موجودة في هذا الجوال نقدر نغير التنسيقات لهذا الجهاز نفتح الحين تطلعنا هذا الشعار زي ما تشوفون وفي أيضاً إعدادات لعبة ليجون وشو هذه الإعدادات؟ يطلعنا هنا تأثيرات الحركة والإضاءة إذا جاني اتصال يعطيني وميض باللون الأحمر أو أبغى أغيره لأي لون أنا أحتاجه نبغى أو جاناً إشعار نحط له لون نخصص للإشعارات مختبر لينوفو هو اللي راح يربط لنا مع أجهزة التحكم الأخرى والآن بتكلم عن كافة مواصفات هذا الهاتف الهاتف يجي بلونين اللون الأحمر واللون الأزرق المساحة الداخلية لهذا الهاتف 512 جيجا بايت الذاكرة العشوائية أو الرام 16 جيجا بايت خصوصاً مع شاشة زمن الاستجابة فيها 1 ميلي سكند مع معدل تحديث 144 هرتز شريحتين نانو سيم كارد وكلها تدعم 5G تدعم تقنيات الوايرلس الحديثة 5 جيجا هرتز التصميم الداخلي من الجهاز فيه توزيع لأنظمة التبريد وأيضاً توزيع للبطارية وحجم البطارية 5000 ميلي أمبير بالإضافة إلى مكبرات صوت وأجهزة اهتزاز موزعة بالجهاز نظام التشغيل الأندرويد الإصدار العاشر معالج كوالكم سناب دراجون 865 بلس 5G أما كرت الرسوميات كوالكم أدرينو 650 واجهة المستخدم ليجون أو اس وفي الختام راح تحصلون في الدسكريبشن كافة المواصفات والمميزات وسعر الهاتف هذه أطيب تحية مني أنا طارق الجاسر وأترككم على خير وفي أمان الله اشتركوا في القناة